أنا سعيد جداً أنا النهاردة بقابل النجم محمود حافظ وبرحب بيك وبشكرك على يعني قبولك الدعوة بتاعتنا ربنا خليك يا فندم دعنا ليا الشرف وشكراً على التقديم الجميلة دي بجد بالعكس ده ده أقل شيء يتعمل لأنه ما شاء الله الموهبة موجودة والتنوع في الأدوار الحمد لله وكنت ملاحظ أنك مهتم قوي بأنك أنت كنت بتتابع التقرير اللي احنا كنا عاملينه عن مسيرتك الحمد لله ونفسي أسألك محمود بعد إذنك يعني أنت إيه الشخصيات اللي وانت بتتابعها هل في شخصية معينة قريبة منك؟ مبداياً أنا بحب كل الأدوار اللي أنا بلعبها كويس ومن حسن حظ أن أنا بقى مع مخرجين كبار طبعاً والخامة بتاع الورقة كمان بتساعدني كمان أكتر وفي نفس الوقت عشان كل شخصية بتاخد مني جهد وتعف ومذاكرتها فدايماً بحتفظ وبعتز بيها واللي بفرحنا أكتر لما بلاي أن الجمهور دايماً شايفني أن أنا متنوع ومش في استنبا معينة فعلاً أه الحمد لله حتى كان فيه مشهد من شوية طبعاً الممر كان حكاية الحمد لله حكاية لأنه العمل نفسه عمل بصمة كبيرة في السينما النصرية طبعاً وفي تاريخ بلدي كمان وفي تاريخ يعني عمل وطني كبير وإنتاج ساخي ورجعنا للإنتاج الضخم الحلو والله أنا دايماً أستاذ معتز حضرتك من صغري من قبل حتى ما أدخل أكارمية الفنون لأن أنا خارجي المعدل على الفنون مصرحية دايماً كنت طول عمري أكون طموح أن إحنا نقرخ تاريخ بلدنا بالنسبة للحروب العسكرية اللي إحنا شفناها عشان الأجيال اللي بعد كده تشوف الجلدة تايب قدية عشان يقدر حفظ على بلدي مظبوط فطول عمري كنت بتمنى أن إحنا نعمل أفلام مندي ومنحسن حظ وليه الشرف أن أنا كنت فيلم الممر وهو فعلاً فرصة جميلة جداً وإنت قدتها بكل يعني روعة الحمد لله طبعاً الفضل لله أولاً ثم الأستاذ شريف عرف وجهد وتعبوا معنا مخرج كبير وطبعاً اتدربنا قابليها قبل ما نبدأ تصور الفيلم شهرين في مدرس الصعقة كنت بروح اتدرب فيها يعني مسألة إعدادك للدور العسكري في الجيش المصري ما كانش يعني إعداد سهل لا طبعاً يعني اتدربت مع فرق الصعقة بجد اتدربت مع فرق الصعقة بجد وفي نفس الوقت كان عندي خلفية بما أني مثلاً أنا ابن مجتمع عريفي شوية أنا بلد اسمها طنح أنت ابن الده أهلي أحسن ناسي عام مجتمع ربنا خليك ده أنا لي الشرف بلد اسمها طنح مركز المنصورة محافظة ده أهلية فطبعاً كنت بشوف جيراني وبشوف قريبي وهم رحين يقدموا في الجيش والصلاة والعساكر والزباط فعايشين في وسط بعض مجتمعك فطبعاً بحكم إن أنا كممثل دايماً بلقت شوية طبعاً لازم أو بالظبط بيحصل نوع من المعيشة ما بينك وما بين الشخصيات اللي أنت بتتقابلها كل يوم في حياتك طبعاً فلما بتصادف إن الورق بيجيب لك فرصة إنك تجسد شخصية منهم أكيد بتفتكر مواقفك مع الشخصية دي دا حقيقاً يعني أنا مبدئياً مثلاً فيلم الممر بالنسبالي لما طلبنا الأستاذ شريف عرفة إن أنا ليه الشرف طبعاً أنا أكون معاه في الفيلم أنا خفت في الأول خفت إن أنا هتعامل مع مخرج عظيم بحجم الأستاذ شريف عرفة هتعامل معه زي يعني دا الأستاذ شريف عرفة فبفضل من ربنا يعني لما روحت أبيه راحة يعني التطور طبعاً المسلسل كله كان رائع يعني وأستاذ محمد رمضان ومش عايز أن أنسى بقى أسماء طبعاً أستاذ محمد ثاني يعني على رأس قيادة العمل أنا فاهم الدنيا بتبقى ماشي إزاي بس أنت دورك كان الشخصية اللي بتقلب والشخصية اللي بتقلب دي بتبقى أنا متأكد إنها بتمثل صعوبة للممثل فكلمي عنه والله في الأول لما أنا ونجب محمد رمضان كنا بناء من المصرحية مع بعض اسمها رئيس جمهورية نفسه اللي هي الدخان لمخائرهم على مصرح الدولة كويس فأثناء وإحنا شغالين مع بعض ربنا كرمني وجالي ترشيح إن أنا كنت معاكم سياسة للأسطورة وأنا لن أتوقع تماماً إن ممكن أميني النمر ده ممكن يعمل صادق بير جداً يعني أكتهدت وذاكرت على الشخصية وستاذ محمد ثاني طبعاً تايب معايا وكده وسبحان الله لقيتها عاملة صادق بير جداً ما زالت لحد النهاردة أنا حتى أي قومت مثلاً حبيبي يا أمين مش عارف إيه لحد النهاردة عايشة مع الناس وده على فكرة مؤشر على نجاح الشخصية لما الناس تبتدي تتداول الكوميكس دي في كل بقى المواقف الجديدة بيعملوا إسقاط على الشخصية وهو كان شخصية متقلبة كل شوية متقلبة بيسموها النمط بالزبط علشان يبقى هو يعني هو النقو المخرجين وهم مغمضين يبقوا عارفين إن الشخصية دي لقى على محمود حفظ إنت مش عايز كده بالزبط ومش عاوز برضو الجمهور يقول لك ما عندوش غير شويتين دول ما أحبش أنا كده خالص لكل مجتهد النصيب طبعا بتعب وبكتهد دائمانة والله العظيم يا سيد معتز إن أنا ببقى دايما شالي الجمهور على رأسي طبعا إن أنا بقدر المسؤولية حاول أقدر سعيدهم بأي طريقة طبعا أنت لما بتقولي أنا بتعب على نفسي وبشتغل على نفسي علشان دايما طموحي إن أنا بقى متنوع يعني بتعملي عشان توصل لك باخد الورق بغرى الورق كله سواء فيلم أو سواء مسلسل بالنسبة لي أو مسرحية بشوف عبارة الشخصية بشوف ظروفه الاجتماعية هل هو متزوج هل هو مش متزوج حالته النفسية بتعمل بونة للشخصية عشان تقدر تلعب عليها مش الممكن ندخل اللوكيشان مثلا أقوله المشاب بيقول إيه إيه طبعا أنت جايلي لا لا هو بيزاكر بعد الامتحان يعني بتاخد رأي حد المقربين مني وفي نفس الوقت مسألشي غير لما زهني يوقف إيه رأيك في كذا طبعا أنا سبت كذا وقابلت كذا فالمقربين العقلين عشان بحب بسك بس وأصوأ تصوأ واحد اتنين ثلاثة تمام يعني تاخد عملية تصويت وتشوف الموضوع رايح الأغلبية رايحة الفي بالضبط وفي ناس إنت إزاي سبت كذا وروحت الكذا وإزاي أحيانا يعني بستفت قلبي طبعا طبعا الحمد لله طبعا بتاخد رأي أم عمر طبعا بسألها طبعا بقولها يعني مثلا بالنسبة أم عمر ويوسف لأن انت ما شاء الله عندك توقم الحمد لله صح واتجوزت عن قصة حب آه يا بنت خالي عم تان بنت خالك وإحنا بنحييها تحية كبيرة جدا وبنبرك لها على نجاح الأستاذ محمود وعرفت إنك إنت سبتها في شهر العسن عشان أنزل الممر فعلا عشان تنزل الممر حدي يسيب ما نعمل يا أستاذ شريف عرفة قال لي لما قال لي على الفيلم وشرح لتجربة الفيلم فأقول له إن شاء الله رأيس حدي أمتى بإذن الله قال لي إن شاء الله بإذن الله محمود هنبدأ خمستاشر سبعة فأنا وقفت كده اللحظة قلت له يا فندم ده أنا فرحي سبعتاشر سبعة فالأستاذ الشريف ده ما اتكلمه خفيف فقال لي يا محمود خلاص كل شيء اسمه ونصيب فقلت له أنا يا فندم يعني وما الزمن يجمعني بحضرتك يبقى كل شيء اسمه ونصيب ففعلاً كنت حمشي من المكتب وأنا زعلان والله آه فعلاً بجد إن أنا فعلاً مليش نصيب إن أنا كنت في فيلم الممر آه وبعدين فلقيت الأستاذ فاروق عبداللطيف المساعد الأول أستاذ الشريف آه نابع علي وقال لي يا محمود تعالى نتكلم مع بعض شوية قال لي ما تجي على نفسك شوية وقتوله الله أنا حجزت القاعة وكتبت كتابي والأتيل ومش عارف أعمل إيه آه فقال لي طب حاول ففعلاً ضربتها فعلاً في دماغي فروحت لزوجتي وقلت لها أنا بعمل فيلم مهم جداً مع مخرج عظيم جداً فسانديني هنعمل إيه قالت لي توكل الله لعوز تنزل من تاني يوم قلت لها يعني مش قوي كده آه آه فالشادة اللي لكت متعاونة معها جداً لقيتها يعني متجاوبة متجاوبة معها جداً 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 وبلغتهم عند الوصول الشريف إن أنا تماماً جاهز مفيش ثلاث أيام وكنت بنزل مدرسة الصعقة كل يوم وراح أتضرب ن شاء الله ولمدة بقى شهرين على هذا الشكل حد ما صورت تجربة الفيلم وكنت بخدها معايا وأنا نزل في أي أوتيل آه سواء في اسماعليا سواء في السويس في أي مكان آه كنت بخدها معايا وأنا رح صور في أي مكان حلو أبو يعني فيها برده فسحة شهر عسل برده يعني الأوبشن ده كان بس الوصول الشريف كان عاملهه لي آه ده عشان عارس جديده ده أوبشن حلو يعني أنت الفيلم فيلم الممر وشه حلو عليك الحمد لله علشان طبعاً نقلة يعني فنية كبيرة في المشوار السي في بتاعتك الحمد لله وفي نفس الوقت كان دخلت جواز وشاحلوا عليك وشاحلوا بالزبط عليك ودلوقتي ما شاء الله في التوقم يعني دايماً بسأل سؤال زمن الناس اللي أكبر مني في السن دايماً ولك إيه أخدها برزقها فلما جات أتجوز فأولت إيه أنا لسه مش موضع أي حاجة أقول فين رزقها دا ما أنا كتبت كتابي ما فيش رزق بيجي ليه فين الرزق صحيح اللي قالو دا كله لا ورزقها جاي وبتاعت فسفحان الله ما فيش كم يوم لقيت نفسي الحمد لله كتبت الممر وبيقولوا إن وراء كله عظيم امرأة يعني دا 100% الجواز برضو يعني دا لك دفعة بيخليك تشيل المسؤولية كمان أكتر طبعاً وفي نفس الوقت كنت أنا مثلاً عايش لوحدي عازب الوقت يبقى معك أرواح مسؤولة منك صحيح ولازم تشرف نفسك ولازم تشرفهم وتشرف بلدك وتشرف ناسك ففي مسؤوليات وراك صح فلازم تكون أنت محافظ على خطوات أن كنت ماشي دا مظبوط جداً غير مسألة ما كنت أنا عايش لوحدي أقول النهاردة عايش مش فرق معايا لا في مسؤولية وراك بتبقى المسألة فيها تحديد هدف أكتر أه الحمد لله وفيها استمتاع بالحياة بمفهوم المشاركة بص أنا دايماً مقتنى بحاجة والله يا سيد معتز وخاصة أن أنا من مجتمع ريفي يعني دايماً في المجتمعات الرفية بعض الناس دايماً ممكن يكسروك أحياناً وممكن ينجحوك أحياناً اللي هو الواد عايز يمثل فالواد ممكن يقولك الواد لا سعى الواد الجنن الواد عايز يلعب كورة فممكن يبقى فعلاً ممثل بجد وممكن يبقى فعلاً لعيب كورة بجد فلما كنت مثلاً باجي أقدم في كلمات الفنون عندنا قدمت 2001 ووساط 2002 ووساط 2003 وربنا قرمني ودخلت يعني أنا من نوع اللي هو المقاتل شوية يعني ما تيقاسش بصورة الحمد لله عندي إرادة دايماً وعلى فكرة بالمناسبة أنا أعتقد يعني أنه يمكن 99% من الناس اللي وصلوا في حياتهم أو اللي نجحوا في العالم كله بيتحلوا بمسألة الإرادة دي الحمد لله إنه عنده يسموه إيه يعني المثبرة أو التحدي والإصرار والعزيمة ويبقى دايماً ما يعرفش الكلمة المستحيل 50 أو 52 لا فيه تفتح الحمد لله عندنا بس ما تنجح وهم يفرحوا بيك بتحس إن أنت فعلاً فرحت أهل بلدك فرحت ناسك لما بشوف النظرة في عينهم إن أنا ابنهم وقدرت تفرحهم فده شيء بساعدني أكيد وما في المياه أنت لما بترجع في الزيارات للبيت العيلة أكيد أنت بتلاقي استقبال كبير يعني يعني بنزل وبشوف الفرحة في عينهم دي بتبقى عنده بالدنيا كلها ودي أحلى حاجة بتدي لواحد طاقة كده الحمد لله تاخد من طاقتهم طبعاً طبعاً بقل منهم عشان أقدر بتأخد الطاقة بليك بتمنى أن أنا أكون أعظم واحد في العالم عشان هم صحيح وشخصية سعد في مسلسل الاختيار وطبعاً ما فيش شك إنه كان مسلسل يعني ناجح نجاح رهيب في رمضان اللي فات ضحية وببارك لك إنك أنت ربنا كتب لك إنك تبقى أنت جزء من المنظومة دي الحمد لله لأن دي بتبقى برضو أرزاق حلوة والله أنا كنت ساعتها بصور فيلم موسى مع الدكتور بيتر ميمي وأنا معرفش إن في الاختيار ولا غير الاختيار فإلا يا محمود أن السنري بعمل عمل مهم اعمل حسابك إن شاء الله وكونوا معي أنا طبعاً بحب الدكتور بيتر وبحب التعاون معاه من ساعة ما اشتغلت معاه في كلابش ولما جيت معاه في التجربة التانية في المموسى فأنا برتاح معاه في الشغل دكتور بيتر ميمي ومريح في التعامل مع الممثل مش هتتعامل بخوف ورعب وخايف تقولي بجملاد ولا ما تقولهاش فدايماً مدي الأمان فلما ربنا قرم وفعلاً أعرفت إنها الاختيار قصة الشهيدة أحمد منسي طبعاً أنا فرحت أكتر وأكتر لأن أنا جاي من الممر على الاختيار فجاي في أعمال وطنية بتسيب بصمة في تاريخي وباخد حاجة من تاريخ بلدي أما أنا محسوب عليها من في الشاك لما قرأت الورق أكتر كمان لقيت إن أنا بلعب المواطن المصري سواء في الصعيد أو سواء في الواجه بحري المواطن المصري البسيط الفكر المتوسط من غير ما يدخل الجامعة الأمريكية ولا يدخل التعليم في سين أو جيم أو أياً من كان بفطرته بيحب بلده بيحب دينه بكل سلاسة فكنت حابب الشخصية جداً بأمانة شخصية شبه الملايين بالزبط يعني شخصية مصرية بحتة فده عجبك في الورق عجبني جداً جداً لأن إنت شرف وفخر لي إن أنا بمس الجزء بين المصريين حتى دايماً في المناظرات اللي كان بيني وبين الإخواني والفكر المتعصب والفكر المتزمت أنا دايماً مقتنع من جواكاً محمود حافظ إن الدين الإسلام بدون يسر وليس عشر الأمر بالمعروف وإن هي أنا منكر تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ودايماً برضو برجع أن أتذكر الآيقر عن هي بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت أفضل غريزة القلب لنفضه من حولك فيه ربنا مدينا حاجات جميلة يعني عمر الإسلام ما كان بالسيف دايماً يعني الوساطية زي ما بنقول يعني وأعديت نفسك لشخصية سعد يعني ذاكرت ذاكرت وكان معاه الأستاذ عبد النبي الهواري مصح اللغة الصعيدي كان دايماً معاه باستمرار الشهادة للي الرجل ده بيتعب معايا كتير جداً ده تعب معناس كتير كان برضو معايا في المسلسة الزمان اسمه السبع وصايا اه طبعاً اتشرفت طبعاً به في العمل ده ودايماً بحبه دايماً نكون معاه في عمل بلعبه الصعيدي اه واللهجة قدرت أنك أنت تتقنها في وقت قصير الفضل يرجع لله والراجل ده لأنه لما كنت بعملت سبع وصايا كنت بعمل برضو شخصية صعيدي كنت بعمل واحد اسمه الدكش والله كانت تجري سلاح هو اللي حبيبني فيها كنت دايماً في الأول أخاف أقرب لها فلما ذكرت وبيع روح أراجع معاه فحبيبني فيها أكتر لما جات في الاختيار الدكتور بيتر قال لي تحبي مني يا إبا المصحح اللي معاك تقوله أستاذ عبد النبي الهواري فالشهادة اللي لاجبه لي فعلانه تمام الحمد لله عايز أخذك في شخصية عجبتني جداً في مسلسل طايع وبصراحة برضو كان الأستاذ عمر سلامة لو لا مش قلتها نصح طبعاً أستاذ عمر يوسف حبيبنا يعني برضو كان فيها تميز كبير وخصوصاً أن أنتوا كنتوا برضو في الصعيد وفكرة الطار وفكرة الطار ودور معقد يعني ومش كل حاجة دماء وأنا ضد الدم عمتاً يعني وفي ناس تموت وناس مالهزم بأنها تموت ولازم اضطار يعني قضية مهمة قضية مهمة جداً بجد قضية شائكة بمعنى صح فكت فرحان وأنا بلعب الشخصية دي اللي هو لعله عسى ممكن موضوع الدماء ده يقل فأنت بتبقى برضو زي ما تقول إيه يعني متفاعل مع محتوى الورق مع رسالة المسلسل وبيرجع برضو للمستورة مع المخرج طبعاً أما بيكون معاك مخرج شاطر بيوجيها كويس بنعرف نوصل اللي هنعوزين نوصله كويس العلاقة ما بينك وبين المخرجين اللي بتشتغل معاهم يا محمود هل هي علاقة تلميزه أستاذه علاقة تيم فريق عمل علاقة صديق بتبقى الألقة ماشية إزاي الأكتر بقى يعني يعني خلاص طالما احنا برتحل بعض خلاص زي ما وضعه منتهي منه طبعاً بس دايماً ببقى حريص دايماً أسمع ملاحظات كل المخرجين اللي أنا بشتغل معهم آه آه يعني بحترم دايماً وجهة نظرهم وأسمع ملاحظاتهم آه أصلاً أنا مش جاي أعدل عليك أنا أنا مجرد أداة من ضمن الأدوات الموجودة داخل العمل أنت عنصر في الفريق فريق العمل آه ومن مقاومات النجاح فأي عمل في الدنيا بسألت روح الفريق بالظبط دايماً والحمد لله آه وبتبقى الحمد لله أروحهم بتبقى جميلة مع الواحد بجد مش آه مش شغل تحت ضغط نفسي حتى لو أنا تعنت في شغل مش مهم بس طالما الأستاذ اللي بشتغل معاه آه يعني سور يعني مش معقد صحيح فعادة استحمل لك أي حاجة والدنيا تمشي بالظبط إيه رأيكو في الرجل الجميل اللي قاعد معايا النهاردة ده حبيب ورشتا الموهبة الحقيقية والإنسان الدقوب المصر عن نجاح المتصالح مع نفسه نكمل بعد ما نقف عند استراحة إعلانية قصيرة الحوار الممتع ده مع النجم حواري مع النجم الشاب محمود حافظ الحقيقة مش عايزه يخلص فحاول كده إن أنا أسألوا كل الأسئلة إن أنا نفسي فيها من أور أستاذ محمود ربنا خليك أستاذي وفيه ناس كتير بتسأل على أدوار كتير أنت عملتها وفيه شخصية فضل آه فضل القراشي آه الفتوة الفتوة والعلاقة مع الحصان آه إزاي قدرت تجسد حاجة زي كده هل أنت ليك في الصينة هل أنت رجل أساساً عشان مثلاً في المنصورة عندكو خيل إيه والله المسسسل لها يعني كان له ظرف خاصة معايا آه آه لما أنا عرفت إن أنا موجود في الاختيار فمش عاوز أركز في أي حاجة بالنسبة لمرسل رمضان آه خليني بس في العمل التاريخي ده شوية آه ففي يوم بيكلمني الأستاذ هاني سرحان مؤلف المسسسل فبقول لي مبروك على الممر وآه ويبارك لا يعني على الممر وكده ده باي فبقول لي أنت بتعمل إيه السنة دي في رمضان قلت له إن شاء الله أنا مضت الاختيار وفيه مسسلة هو تقيل في في شغله بس مش وقته معي دلوقتي قال لي مسسل إيه تلفت هو قال لي بتاعنا أنا بصراحة أنا أحركت جدا ف فقلت له أنا آسف جدا فأتعلم فروحت مضت المسسل تاني يوم آه بالنسبة لتعامله مع الحيوان يعني مضت المسسل كنوع من إرضاء المخرج لا طبعا هو إنت بتتعامل مع فترة زمنية لها عددها ولها تقالدها آه سنة 1850 أي وفي نفس الوقت أنا بلعب هنا من سنة من 2015 بالنسبة مسسل للاختيار آه فأنت هنا دماغك هتروح لبعيد وتروح للجديد شوية وإنت عايز تعيش في الشخصية آه آه فهمت وطبعا أنا شرف عظيم لي أن أنا أكون مع الأستاذ ياسر جلال والأستاذ حسين من أباو يا سلام والله العظم لأمان ناس جميلة جدا آه آه فلما جيت بأورها الورقة كده لقيت نفسي في مشاهد بينه وبين الحصان آه فأنا عاد تسأل نفسي شؤال أنا هتعامل إزاي مع الحيوان وبتاع بس أنا بطبعا أنا بحب الخيل آه يعني بحب أنا بحب أي حيوان ربنا سبحانه وتعلي خلقه تمام آه فسألتهم في لوكوشان قلت لهم وفين الحصان اللي أنا أشتغل معاه كويس فقالوا لي الحصان ده آه يسموها تخليه يولف عليه بالضبط آه أطبطب عليه آه يعني عاوزه يعني يبقى واخد يعني ما حسش إن أنا جديد علشان ما ينفرش مني آه آه فسبحان الله يعني كانوا جابين له حصان واخد متجوب معايا الحمد لله بس فأثناء التصوير ساعات الخيل أو الكلاب أو أي بيبقى حيوان جوه المشهد ساعات بيبقى صعب السيطر عليها هي قرف والله والحمد لله كانت قرفية زي الفل مع الحصان اللي معايا ماشي زي الفل الحمد لله ما عمل لك شاية ما تغيرش أي حيوان من الحيوانات هو نفس الحصان اللي كان متعوض معايا الله آه تخصية جميلة كانت ومسلسل كان رائع الحمد لله طبع انت بقى يعني بالنسبة لو بصنا للمستقبل انت شايف الموضوع رايح لفين عايز مش عايز أسئلك أسئلة تقليدية اللي هي مثلا إيه إمتى محمود حافز يشيل معرفش إيه صف أول وصف تاني وصف تالت المواضيع دي لا تعنيني في شيء لو ممكن هتفرج على ممثل لمدة ثلاث دقايق أستمتع بي وبر على فكرة فيه ناس بتزهر مشهد واحد وبتاخد جايز أسكر تمام يعني دايما دايما الحمد لله دايما نماش على خطوات لازم مش لازم بحاول أتقدم كل سنة حتى لو خطوطين على السنة اللي قابليها بحس أما تجي تشيل يبقى أنت على قدر المسؤولية اللي انت شايلها مش مجرد إن أنا فرحت وحتشيل من الجلدة للجلدة وبتاخد ما وكنت عبية صحيح وفي نفس الوقت كل ما بتزيد معك كل سنة والدنيا يعني تتقدم كل سنة خطوات دا بحس إنها دا باب من باب العقلاني تكون ثوابت أكتر شوية غير إننا شغل نفسك بالبنى غير إن انت بستعجل لا أو إزاي ولازم أبا ملطلق تمام أنا تمام بحلم في أمان الأيام أن ربنا سبحانه وتعال أكتب للنجومية بحلم إن أنا أكون على قدر المسؤولية مع المنتجين وإن أنا أقدر أشيل بس كل حاجة في مكانها وبوقتها وبوقتها بالضبط صحيح في دور مميز جدا في أرض النفاق مع النجم الكبير وصديقي وحبيبي أستاذ محمد هنيدي والناس قادت تقول محمود حفظ بقى يدخل في الكوميديا وكده ودلوقتي المعلومات اللي عندي إن انت بتعمل معها عمل تاني بعمل معها فيلم مع رسول الشريف عرفها اسمه الإنس والنمس الإنس والنمس وإنت الإنس ولا النمس بقى يعني ولا ما بين البنين يعني أنا دايما بحترم خصيص كل مخرج طبعا ما تتكلمش عن أي حاجة صح غير ما يقدك الإشارة مظبوط مظبوط وأنا أحترم فيك ده جدا 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 يا محمود ربنا خلتك إنت عارف إن في فضول دايما عند الإعلام وإحنا بالمثل أسئلة المشاهد الحقيقة بس بلاش نتكلم على الإنس كلمني على العمل مع هنيدي ومسألة المود الكوميدي بقى لو سيزي هنيدي عملت معاه فيلم قبل كده اسمو عنطر ابن شداد دا ابن 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 شداد عيب بقى دا لسه على فكرة بتعرض من كام يوم وارض اللي فقم بالنسبالي كانت تاني تجربة مع أرسي زينيدي بأمانة يعني من النجوم اللي ببقى مرتاح معهم في التعامل طبعا بسيبني بحريتي شايفي فيه كويس بيسبتهولي بأمانة 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 مع الأستاذ بأمانة مع أرسي زينيدي رغم أن هو ممكن يعني أنا مش بكالب على هنيدي يعني ممكن حد تاني يبقى بيقمع النجم اللي هو الصعد مش كده ما يدولوش الفرصة الكاملة بالزبط بس فعلا أغلبية النجوم اللي موجودين حاليا على السحة بأمانة أنا شايفها كويس ها ليه نكسرها فبسيبك تتعامل بأمانة وده بيديك راحة أو أنت بتأدي بيديك راحة بيديك ثقف نفسك بجد وكني أن أنا شوف النجم اللي بيدحك مصر أنا كمان بدحكه ده بيديني ثقة أكتر أوي أوي صح حلو الشعور ده أوي أنت بشكل عام لما بتبص للمشهد الدرامي والسينمائي عندنا يعني مين بيشدك مين بيعجيبك يعني طبعا الزعيم طبعا طبعا ده ده الطب بقى ده على رأسنا كلنا طبعا طبعا بحيد وطبعا الأستاذيني طبعا بأمانة دحكنا كتير جدا ونجم حمد حلمي نجوم كتير جدا دحكتنا من قلبنا بجد هو أنا مش بسأل على مسألة الدحك من قلبنا وبس لأ أنت بتحب أنهي مترسة في الأداء بحب دايما كوميديا الموقف آه آه كوميديا اللي خارجة من الشخصية نفسها آه مش مجرد أن أنا أقول إثيو ورجع تاني للشخصية لأ اللي ماشية مع الشخصية ولو مش ماشية لأ بنقص يعني موقف زي بتاعنا جيب الرحاني لما دخل في غزة البنات على بيت الباشا وكل واحد اللي بتاع الكلب جاله شوية وبتاع القهوة وكل دا والباشا لسه مظهرش زي مثلا عندي في الممر آه عندي مثلا مشارين أنا بعتسبهم جدا في الممر لما بيجي صحين عشان عقرب دي اسمها كوميديا الموقف عقربية جدا ده عندنا تبصحين عشانه آه الناس طبعا في السينما والجمهور لما بقول اللي بتعملوه فيها جريمة فأنا بخش عليه المضرعة جريمة يا مجرم يا ابن المجرمين فالناس بتحب الكوميديا الموقف فيه وهي اللي بتعيش أكتر آه بصراحة بصراحة يعني ما حبش الحاجة اللي هي بتسمهاها بالبلد كده ديليفوري حباش آه ولا تحب اللي هي كوميديا اللي مش عارف سكن ينفع استخدم التعبير ده اللي هو القلش بصراحة يعني اللي هو الإفهات نحس نحس الجواء السيد مؤتز اللي هو يعني مسح ربنا سبحانه وتعالى مديني شكل رجولي ما تعملش حاجة مش لايق عليك آه آه يعني يعني دايما أحب أعمل الكوميديا ومؤتز بشكلك ومنتش خفيف برضو آه محافظ على البريستيج وعلى الشخصية كمان اللي بلعبها والدور اللي انت بتعمله لاي وماشي معك بالزبط بدنيا وحسيا وكل حاجة بالزبط آه طب في عالم النجمات بتتابع مين والله يا مصر فها يعني مصر ولا هدا زي ما بيقوله يعني يعني مثلا أنا الحد النهاردة مثلا ممكن أتفرج على المساسة اللي أنا أعيش في جلباب أبي حتى لو جيه كل سنة ياه والله والله العظم ده أمانا آه لو حتى بتعرض في السنة مثلا كل سنة بتعرض ممكن بشوفه مزعش منه آه بيديني نوع من أنواع الإرادة والصبر والطموح والأمل آه سيد جنور الشريف الله عمو من العظيم بشوف مسلا راجزة عبدالغفور البورع ده كمثال آه راجل بدأ من مفيش لحد ما بقى الحاجة عبدالغفور البورعي آه بيديني إن فيه أمل ما تيقاس آه آه ربنا كبير آه فالحاجات دي بتتبعها طبعا طبعا بتتبع الأعمال الأقديمة دايما على فكرة آه أي صوت جميل ربنا خلا ومحب أسمعوه أحبش بقى الحاجات اللي هي لا بتحب الحاجات اللي تطربك بجد بجد آه يعني مش مجرد إن أنا عاوز أسمع لا أسمع الحاجات اللي بجد آه ممكن يعني أنا حضرك في عربية الليل مش شغل فيروز ما آه أشغل الستة أشغل عب حليم أشغل شيرين أشغل حسين الجسمي بحب أسمع أي صوت حلو بجد طب الموجة بتاعت الأفلام الكوميدي اللي هي تعالي نقول مثلا في الخمستاشر عشرين سنة اللي فاتت زي مثلا السيد محمد سعد مثلا لنبي آه عمل يعني برضو حاجات دحكتنا جدا طبعا دحية آه زي الله يرحمه النظر مثلا علاء أوليه كنت تنسى أقولك الله يرحمه علاء أوليه الدين طبعا يعني شايف المدرسة دي ازاي أحمد حلمي طبعا محدش يعني يعني بعيد عن التخيم بس أنا عايز أعرف برضو رأيك في المدرسة يعني مثلا فيلم زي فيلم النظر معهم المنسطر شريف عرفها آه فالكوميديا محطوطة يعني في مكانها ومازال لحد النهار دا اللي ما بنتفرج على الأعمال دي ما نزهقش آه فيها أعمال مثلا بتبقى فيها كوميديا بس مش عاوز اللي أنا خلاص شفته مرة مش عاوز أشوفه تاني آه وفيها أعمال بتعيش طبعا أنا بحب العمل اللي يعيش والفيلم يتعرض وتبقى أنت قاعد قدامه ونفسك ما يخلصش في بيتك حتشوفه آه بتتابع شغل مثلا فيه اللازرق الحاجات داعت كريمة عبدالعزيز طبعا آه اللي هو السكة دي طبعا اللي هي شوية بتبقى آه مش رعب بس تشويق بحب دايما حتى في الأستاذ كريمة عبدالعزيز دايما آه محافظ على شكله الفني أوي محافظ على اللي بيقدمه آه آه مش مجرد أي حاجة بتتقدمه خلاص آه أنا بصراحة مش بحب أي حاجة تتحط في العلب أيوة يعني تيبقى حاجة عايشة معنا صحيح لأن في الأول وفي الآخر يعني أنا حتى اللي انفرحنا مثلا دايما الأستاذ مؤتز عم تيجي مثلا بتعمل حاجة زي الممر فانت عملت حاجة للأجيال اللي جاية بعد دا موجود في الأرشي آه بالظبط عملنا الاختيار عمره ما يقدم ولا عمره ما عدى يقولك آه مش عايزة شوفه دلوقتي ليه آه عملنا الاختيار زي ما بسهنا بشوف رقفة الهجانة النهاردة الله وبشوف جمعة الشوال آه وبنشوف مثلا حتى رصاصة لتنزال في جيبي شوف الحاجات دي يعني نعم يعني ما حضرتش حرب 73 بس الحاجات دي بتدينا انتماءات وطنية من جوانا آه كلام مهم جدا ربنا نوفقك ربنا نوفقك ونحقق كل طموحك ونشوف منك دايما أداء رائع زي ما آه يعني أداءك عجبنا في كل الأعمال اللي عملتها قبل كده وتحياتنا للأسرة كلها وربنا يوفقك كده ويفرحه بالتوأم ربنا نحليك ربنا نحليك وإن شاء الله نجوف بعض تاني إن شاء الله بإذن الناس معتز شكرا ده الحوار الجميل ده كان مع النجم سيد محمود حافظ اللي كان مشرفني النهاردة 90 دي ألف شكر لي على قبوله دعوة البرنامج وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء